لم تبقى مجموعة سياسية أو جماعة مهما كانت إلا وطالها الاتهام بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ومحاولة تغيير هيئة الدولة تصريحات للأمين العام للحزب الجمهوري في تونس عصام الشابي تعقس مدى ما وصلت إليه الأمور في البلاد من شعور قوي بالترصد للقوى السياسية في وقت يقترب فيه موعد الانتخابات البرلمانية التي دعا لها الرئيس قيس سعيد والمقرر لإجرائها السابع عشر من شهر كانون الأول الجاري التحقيقات الجارية وفق مصادر قضائية وحقوقية تونسية تشمل خمسة وعشرين شخصا من بينهم إعلاميون وسياسيون ومسؤولون سابقون بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي وبعض قيادي الحركة مثلوا كذلك أمام القضاء للتحقيق معهم بشأن اتهامات وجهت إليهم بتسهيل تسفير الشباب التونسي إلى مناطق الصراعات وبؤر التوتر خارج تونس اتهامات نفتها الحركة وأكدت أن ملف القضية فارغ ولا يحتوي أي أدلة تدين قياديها وحملت ما سمتها سلطة الانقلاب تبعات هذه الأساليب وبحسب مراقبين فإن الرئيس سعيد ينتهج منذ تموز الماضي سياسة قاسية في إزاحة خصومه السياسيين عبر إجراءات استثنائية تضمنت إقالة الحكومة وتجميد أعمال البرلمان ثم حله لاحقا ثم تعليق العمل بالدستور وكتابة دستور جديد ومن ثم ملاحقة القوى السياسية وزعمائها قضائية في خطوات عدتها المعارضة انقلابا واضحا واحتكارا للسلطة بينما يراها الرئيس ضرورة لبناء الجمهورية الجديدة التي يريدها يحدث هذا بينما يتبادل الرئيس قيس سعيد وخصومه الاتهامات بشأن التأثيرات الخارجية في القرار السياسي فبينما يتهمهم سعيد بالعمالة للخارج على حساب المصلحة الوطنية يؤكد سياسيون تونسيون معارضون لسعيد أن حقيقة الصراع في البلاد لا تزال محصورة بين قوى الثورة المعبرة عن آمال وطموحات الشعب التونسي وبين قوى الثورة المضادة بما لها من امتدادات إقليمية ودولية ودولية